موسيقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بي إتنو يشارك في عمال القمة الأوروبية الأفريقية حول الأزمة في ليبيا إلى جانب نزرائه حول الأزمة في ليبيا على هامش أعمال القمة الأفريقية الأوروبية بالعاصمة أبي جان نزمة مأدوبة عشاء على شرف السيدات الأول لأفريقيا وزير المالية والميزانية بالإنابة دكتور عبدالله صابر فضل يترأس أعمال الاجتماع العادي للمالية بهدف تقييم الحالة الاقتصادية على المستوى الوطني والإقليمي السابع مساء بتوقيت العاصمة أنجمين نشر رئيسية لهذا المساء أهلا وسهلا بكم شارك فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بي إتنو في أعمال القمة الأوروبية الأفريقية لمناقشة أزمة اللاجئين في ليبيا المنعقدة أعمالها بالعاصمة أبي جان عاصمة ساحل العاج والتي اختتمت أعمالها اليوم والخروج ببيان ختام أهم جاء فيه تكوين قوة مشتركة بين عدة دول لتعزيز الأمن زينب سليمون عقب افتتاح أعمال القمة الخامسة للإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي التي احتضنتها مدينة أبي جان العاصمة التجارية لساحل العاج شارك فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بي إتنو في اجتماع اللجنة العليا للإتحاد الأفريقي حول ليبيا وذلك بحضور الرئيس الدوري للإتحاد الأفريقي الفاكون دي رئيس جمهورية غينيا والرئيس المؤقت لحكومة ليبيا فايز الصراك ورئيس اللجنة العليا للإتحاد الأفريقي دانيسا سينجيسو ورئيس جمهورية النيجر محمد يوسفو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكروين والمستشار الألماني إنجيلا ماركل كما شارك في الاجتماع رئيس مفوذية الإتحاد الأفريقي مسافكي محمد ومسؤولة الشؤون الخارجية بالإتحاد الأوروبي حيث تنفق زعماء الدول الأوروبية والأفريقية على إجراء عملية إجلا طارئة للمهاجرين من ضحايا عملية الإتجار بالبشر في ليبيا ويتم ذلك عن طريق موافقة ليبيا على تحديد المخيمات التي شهدت عمال هجمية وتأمين إمكانية الوصول إليها وقررت البلدان المشاركة في الاجتماع العمل على تفكيك شبكات الطهريب وتجميد حسابات المهربين وتشكيل لجنة لتحقيق ما يجري كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكروان عن اتفاق بين زعماء الدول الأوروبية والأفريقية وبينهما ليبيا بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي لإجراء عمليات إجلا طارئة في الأيام أو الأسابيع المعبلة للمهاجرين الذين يشكلون ضحايا لعملة الإتجار بالبشر في ليبيا كما قررت الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تقديم دعم أكبر للمنظمة الدولية للهجرة من أجل المساعدة في عودة أكبر عدد للراغبين بالرجوء إلى بلدانهم الأم وسيجري هذا في الأيام المقبلة بالتعاون مع البلدان المعانية وعقب ذلك عقد رؤساء الدول الخمسة للساحل من ضمنهم فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبيد نو مع الرئيس الفرنسي لقاء حول العديد من القضايا والمواضيع التي تخص القوات المشتركة لدول الساحل الخمس ونبقى بالعاصمة أبي جان حيث التقى فخامته مع بعض من نزرائه من رؤساء الدول بهدف تبحث حول الأوضاع الرهنة خاصة الأمنية منها إلى جانب تعزيز التعاون المشترك زينب سليمان مبيلة مقادرة فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبيد نو مدينة أبي جان العاصمة التجارية لساحل العاك قابل نظيره رئيس جمهورية غانا فخامة نانا أكفو أو دو وقد تحاور فخامة رئيس الجمهورية مع نظيره الغاني حول سبل تعزيز صناعية العلاقات بين شات وغانا كما قابل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيد نو رئيس جمهورية رواندا فخامة بول كغامي وقد تطرق الطرفان حول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشتركة التي تربط بين جمهورية شاد وجمهورية رواندا في جميع المجالات ومن ثم قابل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيد نو رئيس جمهورية الناجر فخامة محمد يوسفو وناقش معه سبل صناعية العلاقات بين البلدين لأن شاد والنيجر تربطهما علاقات قوية ومتينة منذ الأزل والجدير بالذكر أن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيد نو قابل في فندق أفوار بمدينة أبي جان العاصمة التجارية عدد كبير من المسؤولين وعلى هامش أعمال القمة نظمت مأدوبة عشاء على شرف السيدات الأول لأفريقيا شاركت فيها السيدة الأولى للبلاد هند ديبيد نو حيث ألقت سيدة الأولى كلمة أشارت فيها إلى مشاركة وتمكين المرأة الريفية في التنمية زينب سليمان عقب مشاركة سيدة البلاد الأولى هند ديبيد نو في أعمال القمة الخامسة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وسط السيدات الأول لأفريقيا في مدينة أبي جان العاصمة الإفوارية نظمت لهن مأدوبة غدا جمعت فيه سيدات أفريقيا الأول بفندق إفوار بمدينة أبي جان وهم المواضيع التي تم نقاشه هي سلسلة من العروض حول مواضيع مكان المرأة في الاقتصاد الأخضر وهناك قدمت سيدة البلاد الأولى هند ديبيد نو شكرها الحال لسيدة سهل العائد ديمونيك وتراه بالدعوة التي قدمتها لها كما طلبت سيدة البلاد الأولى هند ديبيد نو من نساء العالم عامة ونساء شات خاصة أن يضعن في أولوياتهن الاهتمام بالاقتصاد الأخضر كما عرضت سيدة البلاد الأولى هند ديبيد نو إنجازات شات في المجال البيئي لتخفيف العمل الثقيل للمرأة الريفية في مجال مياه الشرب والمواقع الحسنة لأن 80% من نساء شات يعملن في مجال الزراعة والثروة الحيوانية لأن الحكومة الشادية تساعد المرأة الريفية بتوفير المياه وحفر الآبار والطاقة الشمسية وكل هذا من أجل محاربة الجفاف والتصهر في القرى الأفريقية كما دعت سيدة البلاد الأولى هند ديبيد نو الأمم المتحدة لمساعدة سهل العالم في المجال الريفي ومن جانبها أعربت السيدة الأولى لسهل العاج دومونيك وترى الرغبتها في جعل النساء يفهمن أساسيات المشروع في الوقت الذي يعتمدن فيه على خيرة العاج الطبيعي في المسائل البيئية حيث هنأت سيدة الأولى هند ديبيد نو دومونيك وترى على هذه البادرة التي تستحق الثناء لصالح المرأة الريفية ومن ثم عرضت السيدات الأول من مالي ونيجيري وأنجولا وجزر الأمر حالت بلدانهن على الجمهور ثم اختتمت الجلسة بزيارة السيدات الأول إلى معرض الحرف اليدوية والبادن المصنوعة في سهل العاج عاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي اتنو وسيدة البلاد الأولى هند ديبي اتنو إلى أنجمين عصر اليوم هم قادمين من مدينة بيتجان ساحل العاج بعد أن شارك في أعمال القمة الخامسة للاتحاد الأوروبي والأفريقي والتي عقدت في الفترة ما بين التاسع والعشرون إلى سلسون من نوفمبر شاركت سيدة البلاد الأولى هند ديبي اتنو على هامش هذه القمة في لقاء السيدات الأول والذي يتعلق بالاقتصاد كان في استقباله لدى وصوله مطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء باهيمي بدكي ألبير وبعض من أعضاء الحكومة والمستشارين بالمكتب المدني لرئيس الجمهورية وعمدة بلدية أنجمينة